قائمة طويلة من الاتهامات يوجهها النظام الإيراني للمتظاهرين بهدف شيطانتهم والقضاء على حراكهم قائمة لا تبدأ بالإفساد في الأرض ولا تنتهي بمحاربة الله ورسوله فالمتظاهرون في إيران يراهم النظام عملاء لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل ليس ذلك فحسب فهم في رأيه كذلك انفصاليون إرهابيون اللافت أن نظام طهران وعلى الرغب من محاولاته شيطانة المتظاهرين لا يعترف بوجود حراك شعبي ثوري في شوارع إيران وإنما يصفهم بأنهم مجموعات صغيرة من المخربين تلك المجموعات التي قتل منها نحو 460 شخصا برصاص قوات النظام من بينهم 44 طفلا قاصرا كما اعتقلت تلك القوات ما يتجاوز 20 ألفا من ناشطي التظاهرات تسريبات حديثة من جلسات خاصة للمرشد الإيراني علي خامنأي وكبار قادة الحرص الثوري الإيراني كشفت عن اعتقاد النظام في طهران في أنه يواجه حربا مركبة قد تؤدي إذا تهاون في مواجهتها إلى انهيار النظام برمته ولذلك فإنه يسعى إلى تغيير مستوى الحراك الثوري إلى احتجاجات مطلبية يمكن التعامل معها عبر بعض التشريعات وزيادة الأجور لا سيما في القطاعات الحيوية مثل التعليم والنفط والبتروكيماويات وبينما يحاول النظام شيطنة الحراك الشعبي يؤكد محللون أن الاحتجاجات الحالية أثبتت بشكل واضح أن خامنأي أخفق سياسيا في جذب الداعمين لسياساته في قمع الاحتجاجات حتى من التيار المحافظ ولذلك لم تصدر بيانات تجرم الاحتجاجات من قبل أقطاب النظام كما كان يتمنى المرشد في حين حدث العكس من أقرب المقربين لخامنأي حيث تبرأت شقيقته من سياساته معلنة وقوفها إلى جانب الثكالة من أمهات الشباب الذين قتلهم بالرصاص نظام خامنأي أو علقهم على أعواد المشانق وقوفها إلى جانب الثكالة من أمهات الشباب ترجمة نانسي قنقر